موسيقى كل من تظهر عليه أعراض برد سخنية عطسة الفلونزة يدور على حبيبه فين؟ من دولة عبد الفتاح السيسي ويعمل لهم زيارة حضرتك أول ما تحس بأعراض سخونة برد امفلونزة اطلع على أي مكان نيابة عند بيتك أي مبنى نيابة اللي كان يجدده ويحبسه الناس على خلاف القانون اطلع على مباني أمن الدولة إذا كنت تقدر ما تقدرش عد من عليهم شوف العربات اللي ركنة وقعدص وعب عليها إذا كنت عاوزين الدولة تهتم بكورونا وتفضح المرض وتبدأ تعالجه أو تتصرف أي حد فيكو عنده الفلونزة عنده سخونية عنده برد يروح خش على الاسم يا عدي عدي واحد يعدي يروح النيابة يعدي يروح محكمة يا سلام لو عسكري ويقدر يخش وزارة الدفاع يسلم على السادة اللواءات بتعجيش في الشرطة والسادة القيادات بتعجيش في الشرطة والقضاء الرجال الأعمال السيسوية الفنانين مدينة الإنتاج الإعلامي يا سلام لو في ناس ضد الانقلاب العسكري يشغالين في مدينة الإنتاج الإعلامي وجلهم أدور برد بس أي حاجة سخونية برد أي حاجة خش وسلم عليهم كلهم إذا كنت فعلا مصاب بكورونا فانتقم انتقم لنفسك انتقم لعرضك انتقم للناس اللي في السجون انتقم للناس المظلومين خش انت ليه تروح لوحدك ليه لما تروح تروح لوحدك ربما ربما يسقط كورونا على فتاق السيسي قادر والله ربنا قادر على كل شيء بس يستغلوه صح يستغلوه صح واللي مرة مصر والله يطلع على أي كونسولية والأي سفار كلهم فسق فجرة ولدواسخ انتقموا بقى انتقم قانوني ودستوري ولا مفيش قانوني ودستوري منعك تعمله زيارة ولو تعرف حد بعته زيارة تبقى مالت فيهم خدمة انت كل واحد بتكلم ولك معناش رشاشة معناش طيارة F16 معناش معناش معاك ثقافة كورونا انا لو قصبت اطلع كونسولية المصرية حين لان كلهم فسد اولادواسخ احنا تعاملنا معاهم بقى الناس سنين